النمساوي اللي أطلق سهمين على صديقته وأصبها وكان طبعا ده أطلق علي النهار يعني نحن نحن ليش حطينا استاذ مدوح ليش حطينا هذا الخبر لحتى يعني أنه يكون فعليا يكون فعليا في توازن بالخبر يعني نحن بشأن ما يفكر حدا عما نتصيط فقط للجالية العربية الأخطاء والمشاخ يا فعلي نمساوي عمره 14 سنة طعن أخوه 17 طعن بساطور يا راجل شو الإجرام هاد شو الإجرام هاد شو الإجرام شو الإجرام يعني فعلا شيء شيء مرعب صراحة يعني القام بطعنه لأنه في خلافات بناتهم تخيل يعني انت مش هي دي برضو انت عارف المفاجأة في ايه واعترف اني القاتل 14 سنة 14 سنة يعني هذا هذا اللي بيجي بيقول لك السوريين السوريين عندهم مشاكل ويقول لكم هاي نمساوي هاي نمساوي وين المكان بكلاقنفورت أتقل بشتاير مارك عفوان بشتاير مارك يعني يعني بعقل النبساويين وليكم باي بمنطقة هاوسات يعني شوف على هالجريمة يا راجل شوفش على هالجريمة ولا التاني شو اللي كانت أطلق سهمين على صديقته وأصابها وهي يعني هي الأمب وهرب كمان نعم 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 يعني بصراحة كمان أنا ما وعرف وين هذا الخبر مطالع عندي مع الأسف يعني شو بداية الخبر كان أطلاق النار على نمساوي بعد أطلاق سهمين على زوجاته في مدينة جرات هي المحور الموضوع كله في شتاير مارك كمان نفس العملية كمان نفس العملية كمان عم يقولوا تقريبا هني أريبين أريبين من بيئة المخدرات فعليا مسك سهمين وسلخ الأول والتاني وبصدرة يعني لحظ أنت بصدرة طبعا هي ما ماتت ويعني أسعفت لإجراء عمل جراحي طبعا تم هذا أطلقوا عليه طلقه حتى فعليا يحاولوا القبض عليه يعني على الأسف الإجرام ما بيعرف لا جنسية ولا بيعرف أي أحد ممكن يكون بأي مجتمع ممكن يكون مع أي أحد إن كان عربي ولا نمساوي ولا أفغاني ولا تركي ولا ولا أي شيء يعني القريمة ليس لها جنسية عنا توازن هالأسبوع يعني ما بين العربي ولا بين النمساوي طب